السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو نستعرض معكم أخطر عشر حيوانات في العالم قد تعتقد أن بعض هذه الحيوانات غير مؤذية ولكن هذه المخلوقات قد تودد حياتك إذا أثرت غضبها أو حتى دون إثارة غضبها وقد تتفاجأ من وجود بعض المخلوقات في هذه القائمة ربما لم يخطر ببالك يوما أنها قد تكون مؤذية فيما يلي نتعرف على أشر حيوانات تعتبر الأكثر خطورة في العالم وسوف تفاجأ عندما تكتشف أن الحجم لا يؤثر دائما على مستوى خطورة هذه المخلوقات في المرتبة العاشرة فرس البحر أو البرنيق عادة ما يقدم البرنيق في أفلام الرسوم المتحركة كحيوان لطيف ورائع ولكنه في الحقيقة يمكن أن يكون مهددا للحياة في بعض الحالات حيث أن الذكور وإناث هذا الحيوان الضخم قد تكون لديهم أسبابا خاصة لمهاجمة البشر على سبيل المثال إن فرس النهر الذكر دائما ما يبدل قصار جهده للدفاع عن المناطق التي تعتبر أراضيه مثل ضفاف بحيرة أو نهر من ناحية أخرى يمكن أن تكون إناث فرس النهر عدوانية جدا عندما يتعلق الأمر بحماية صغارها وفي كلتا الحالتين فإن أفواها أفراس النهر الضخمة يمكن أن تقتل أي شخص في المرتبة التاسعة قنديل البحر الأسترالي هذا النوع من قناديل البحر يوجد في المحيطات الشمالية من أستراليا ويعتبر المخلوق البحري السام الأخطر في العالم حيث أنه يملك نحو ستون من المخالب يصل طولها إلى خمسة عشر قدما وهي موجودة تحت غطاء كبير على شكل جرس أو قنديل وتحتوي هذه الأضرع على آلاف الخلايا الخاصة باللدغة هذه الخلايا الميكروسوكوبيا تشبه الكابسولات الصغيرة تحتوي بداخلها على أمبوب ملفوف ينتهي بالطرف على شكل الحقنة وفي بقعة ميلي لتر واحد يوجد حوالي آلاف من هذه الخلايا السامة في المرتبة الثامنة الدب الأشياب يمكن لهذه الدببة البنية التي تعيش في أمريكا الشمالية أن تزن ما يصل إلى 800 كيلوغرام ويصل طولها إلى ثمان أقدام ويمكن لسرعة هذا الدب أن تبلغ نحو 30 ميلا في الساعة وتشمل الأسباب الشائعة لهجومها وقتلها للإنسان الدفاع عن أشبالها أو الجوع شديد في المرتبة السابعة القرش الأبيض الكبير أسماك القرش هذه قد يصل طولها إلى 15 قدما ولها صفوف من الأسنان الحادث التي تشبه المنشارة ويصل عددها إلى 300 ويصل قياس فمه وفكه إلى أربعة أقدام ولكن البشر لسوجبته المفضلة حيث أن القرش الأبيض الكبير يفضل أسود البحر والفقمات ويتميل إلى استكشاف بيئتها باستخدام أفواهها وبالتالي فإن معظم الهجمات على البشر هي مجرد لدغة للاختبار إذ أن القرش الأبيض يتراجع فورا بعد عض أي مخلوق ولكن هذه العضة جادة بما يكفي لقتل البشر المرتبة السادسة الفيل من أكبر ثديات التي تعيش على الأرض موطنه إفريقيا وبضعة أجزاء من القارات الأسياوية يعتقد الجميع أن الفيلة مخلوقات عملاغة ولكنها لطيفة لكنها يمكن أن تظهر سلوكا غير متوقع وتتصرف بطريقة يمكن أن تكلف الإنسان حياته وربما قد سمعت عن الفيل الأسير الذي كان دائما لطيفا مع حارسه وفجأة دون سابع إنذار هاجمه يمكن للفيل بفضل وصنه الهائل أن يسحق ويقتل أي شخص في طريقه المرتبة الخامسة التمساح تعرف التماسيح باعتبارها أكبر الزواحف على هذا الكوكب ومن بين أنواعها الأكثر خطورة تجد تماسيح النيل والمياه المالحة المسؤولة عن قتل المئات من البشر سنويا هناك عدد أجزاء من العالم حيث تزاهر التماسيح مثل الأمريكيتين وأستراليا وأسيا والمناطق المدارية من إفريغيا وحيثما وجدت البحيرات والمستنقعات والأنهار الراكدة لا بد أن تكون التماسيح في مكان قريب يصل طول التمساح عادة إلى عشرون قدما ولها أذان وعيون في أعلى رأسها الأمر الذي يتيح لها سماعة ورؤية فريستها بسرعة المرتبة الرابعة الجاموس موطنها العاصل في إفريقيا ويمكن للجواميس أن تكون عدوانية جدا حيث أنها مسؤولة عن مقتل أكثر من مئتين شخص كل عام وهذا هو سبب التسمية بالموت الأسود من قبل سكان المحليين يصل وزن جاموس إلى آلف وثمانمائة كيلوغرام وأداد قتله هي قرونه الحدة المرتبة الثالثة الأفعى هناك أنواع عديدة من الثعابين المهددة للحياة البشر حيث لاحظ الواحدون أن أربعمائة وخمسون نوعا من هذه أنواع يحتوي على السم ومائتين وخمسون منهم يمكن أن يقتل البشر يعتبر الأفعى السجاد المسؤول عن أكبر عدد من الوفايات بسبب الضغاة الآفاع حيث يمكن للضحية أن تنزف حتى الموت لأن دمه لا يتخثر في المرتبة الثانية الأسد الإفريقي من المعروف عن الأسد شراسته وأنيابه الحد ومخالبه وسرعته المذهلة عندما يطارد فريسا وعادة ما تقتل الإناث بحثا عن الغذاء في حين أن الذكور يقتلون لحماية كبريائهم والسنادا إلى الإحصاءات فإن الأسد مسؤولة قد تستغرب أن تحتل حشرة المرتبة الأولى هذه القائمة ولكن العبرة هنا ليست بالحجم فعلى الرغم من أن هذه المغلوقات سغيرة جدا فهي قاتل للغاية حيث أن أكثر من مليون شخص يموتون سنويا بسبب الأمراض التي تهدد الحياة والتي تنقلها هذه الحشرات مثل المالاريا والحمى الصفراء وفيروس غربي النيل وداء الفيل وحمى الضنك ترجمة نانسي قنقر